فلهذا يحتاج الإنسان إلى إعداد نفسه لذلك وتهيئتها إن كثيرا من الشباب يعدون قبل رمضان آلات التسلية وقتل الوقت فيعدون الورق للعب طيلة الليل ويعدون الفرش للنوم طيلة النهار فيضيعون فرائض الصلوات وهي أهم من الصيام لأنها هي ذانية الدعائم قبل الصوم وهذا منافل لحكمة مشروعية الصوم فنحتاج يا إخواني إلى أن يكون صياما حقيقيا مؤثرا وأن نأخذ منه جرعة إيمانية تكون إشعاعا لنا طيلة السنة فهو بمذابة الوقود وأنتم تشعرون في بعض الأحيان بالضيق في الوقود عندما تجتمع السيارات على محطات البنزين فتقع الزحمة الشديدة وكل إنسان يريد أن يحصل على حصة منه ليقطع بها المسافات وبنزين الإنسان هو تغذية روحه من الطاعة والقرب وهو الحصة التي يأخذها في شهر رمضان فإذا لم يأخذ الإنسان الذي يريد السفر من هنا إلى النعمة مثلا لم يأخذ لا ثمن ألف وقية من البنزين وأنتم تعرفون تدني هذه الحصة هل سيصل بهذه الحصة إلى نهاية طريقه؟ فإذا نحتاج إلى أن نأخذ من رمضان جرعة كبيرة تصحبنا طيلة السنة وتكون زادا لنا في أيامنا وليالينا نتعود بها على قيام الليل وعلى ختم القرآن وعلى تدبره وعلى صيام النفل وعلى إتقان العبادات وعلى إحياء المساجد وعلينا أن نصحب المستوى الإيماني الذي أخذناه في رمضان طيلة السنة فقد قال أحمد بن حمد رحمه الله بيس القوم قوم لا يعرفون الله إلا في رمضان القوم الذين لا يعرفون الله إلا في رمضان لا خير فيهم ونحتاج إذن إلى إتقان هذه المدرسة والتهيئة لها ولا أريد أن أطيل عليكم في هذا الدرس فستتتابعوا بعده إن شاء الله تعالى الدروس المتعلقة بالصيام والقيام وغير ذلك من الأعمال لكن في نهاية هذا الدرس أقسم أعمال الشهر إلى أفعال وتروق وأقوال وماديات هذه أربعة أعمال فالأفعال منها قيام الليل وعمارة المساجد والتروق منها الصيام وترك الملذات والشهوات طيلة الشهر ولأقوال منها ختم القرآن والإدمان على الذكر والماديات منها الجود والبدل في شهر رمضان فهذه إذن هي أهم أعمال الشهر وسيأتي إن شاء الله تعالى ستأتي اتباعا في دروس لاحقة إن شاء الله وأسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وإخلاصا ويقينا وأن يجعلنا أجمعين ممن صامه وقامه إيمانا واحتسابا وأن يجعلنا من عتقائه فيه من النار وأن يبلغنا رمضان وأن يبارك لنا فيه وأن يجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر في هذا العام وأن يوفقنا لقيامها عواما عديدة وسنوات مديدة صلى الله وسلم على نبينا محمد